طيب ايه الاخبار انا اسمي احمد محسن وانا بعمل فيديوز على يوتيوب بقالي سنتين دلوقتي وعندي سلسلتين من الفيديوهات او سلسلة عن السفر ان انا بسافر حولين العالم بحاول ازور اماكن جديدة والسلسلة التانية هي اسمها ابدأ وهي عبارة عن تشجيع للناس ان هي تبدأ حاجة هي بتحبها ان هي تبدأ project معينة هي نفسها تعمله تبدأ ان هي تسافر تبدأ ان هي اي حاجة بتشجع الناس ان هي تبدأ ازاي تجيب فلوس لشركة واجيب فلوس من المولين لسه عام فكرة ما عايزة اقولك بحاكك كيرا فكرة عشان احنا احنا اصلا مش هنتكلم في الفيديو عن الكلام ده كله انا اجابلكم محسن النهاردة مش عشان يكلمكم في الكلام ده كله خالص احنا جاينا نتكلم بحاجة مهمة جدا حقاة اليوتيوبر في موراء الكواليس في موراء العالم الخفي الناس اللي موراء الطبيعة حاول نبين للناس اللي الناس مش شايفاء اللي هو اليوتيوبر نفسه اللي هو بي ابلود محتوى على يوتيوب بيبقى اصلا عايش ازاي عشان حياتنا كيوتيوبرز اللي انتو بتشوفوها عن طريق عدسة صغيرة جدا اللي انتو شايفينه ده مجرد اللي هو الفيديو الخمس او عشر دقائق اللي بتشوفوه بس احنا جاينا نتكلمكم في موراء بقى كل ده وازاي بدأنا وازاي كل حاجة ده يعني ده فيديو هيبقى لكل اليوتيوبرز وكل اللي مهتم اليوتيوبرز اصلا عشان ازاي ممكن لحد ده مش مش عايبة بيعني صح فعشان كده اول سؤال هسأله بقى المحسين تفضل يا محسين بدأت ازاي محسين فكرة جات لك ازاي اصلا عشان تبقى يوتيوبر بص هو انا يعني من زمان وانا بصور وانا في المدرسة وانا بصور لديهات و بصور صور وكل الكلام ده بس انا ما يوتيوب دي جات في مرحلة بعد كده لما بدأت ان انا اشوف ان انا عندي كونتنت عن الصفر كتير وصورة عن الصفر كتير وموجودين عندي على الكمبيوتر محدش بيشوفهم ولا انا بيش اشوفهم ومركونين فمع تشجيع من الناس صحابي بقيت لقيت ان الفكرة دي احسن حاجة ان انا استخدم الحاجات اللي انا بصورها والرحلات اللي انا بعملها وكلام ده كله ان انا اوصلها للناس بصورة الناس استمتع بيها وفي نفس الوقت تتعلم حاجة جديدة عن البلاد معينة وتعرف ان هي ازاي ممكن تسافر وايه الحاجات اللي ممكن تشوفهم السبب اهم برضو ان انا عايز اشوف الفيديوهات دي وانا عندي ستين سبعين تمانين سنة وانا كبير وعجوز وبتاها اللي انا بشوف ان هو ده المظهر الوحيد للطاقة هتوصلي من الفيديوهات وانا عجوز واحد في السرير وبتاع ان شاء الله بيدي العمر يعني فنفس الوقت هي دي نفس الحاجات دي اللي عايز اوريها لولادي وولاد ولادي يعني عارف ان انت ما اهلك شوف لهم صورة وابد ويسوة ازاي مبتبقى بقى بصورة دي ايه فانا عايز اعمل فيديوز بقى لما ناس اشوف بقى انا كنت اصل الشخصية اعملت ازاي وانا صغير وانا صحابي وحفيفي وكل الحاجات يا عايب ازاي بقى لقيت اسلوبك بقى في وسط ملايين اليوتيوبرز العرب اول حاجة اللي انا عملتها ان انا مش لطور احساسي في الفيديوهات انا بتاجيب مثلا الفوتش اللي انا مصوره وحطه على تايم لاين واشوف انا عايز اتفرج على الفيديو ده ازاي بعد تلاتين سنة حاجة تخليه ان انا مبسوط بدأت اعمل كده كتير وبعد كده بدأت اتفرج على الناس بتعمل ايه بدأت اشوف الناس بتعمل ايه عشان انا بعارف انا فين من الناس وستايلي فين من الناس بتهايلي ده احسن طريقة اصلا ان انت تلاقي نفسك وتلاقي اسلوبك عشان اصلا يعني لو فكرت ان انت تقلت حد تاني مش هتبقى هو وده كلام انتو ممكن تكونوا كتير سمعتوه اصلا بس دي فعلا الحقيقة يعني انت كل ما بتحاول ان انت تكوبي حد بتطلع فيك والناس تبعارفة ان انت بتنقل من واحد بعروف يعني اه فانت في الاخر خليك نفسك هتبقى مميز انت مميز عن كل الناس اللي حواليك خلصنا بقى بدأت ازاي وقيت ستايلك ازاي نخش بقى في الموضوع اللي احنا اصلا اللي هو اساس الفيديو شكل حياتي اليوتيوبر عاملة ازاي والناس والكاميرا ده ما بتشوفوش حياتي اليوتيوبر طلفة تماما ع الحياتي اللي بيشتغل من 9 ال5 ليه لان من 9 ال5 ده بيشتغل من 9 ال5 وبعد كده بيروح يقعد في بيته بقى مع اهله ويخرجوا بتاع ويوم خلص على كده او ده لازم كل يوم بيفكر في فكرة فيديو عايز يتكلم فيها لازم ينزل يصور وساعت ينزل يحتاج يصور الصبح وساعات محتاج يصور بالليل ولو مسافر لازم هيبقى يصور اليوم كله ولازم وقت تاني يقعد يقدد فيه والفيديوز اللي انا بيعملها منو من بتاخد مني ست ساعات عشان اعمل فيديو واحد ساعات بتاخد مني من ست ساعات لثلات ايام بعمل في فيديو واحد الحياة بتاعت اليوتيوبر او ال content creator على يوتيوب عموما ما بتخلصش دايما 24 ساعة في حاجات محتاج ان هو يعملها انت مجبر يعني في حاجات يعني انت الناس متخيلة انت كواحد بيعمل يوتيوب وبتاع مش متخيلة ان هي شغلان حقيقية ومش متخيلة ان انت واحد بتبزل مجهودة او حاجة زي كده ان هي شغلانة زي ايا شغلانة بس احنا اخترناها بنبزل مجهودة وساعات يعني بتخلى على حاجة كتير جده عشان يعني بتعمل محتوى تكون مبسوط منه والناس تكون مبسوطة امان الشغل اللي بنعمله ده بياخد وقت كتير جدا في حاجة هتضح بيان انت بقى قعد مع اهلك تبقى قعد مع صحابك يعني كتير قوي بيبقى صحابي خارجين لا يا جماعة عندي فيديو لازم انزله بكرة والفكرة التانية انت على يوتيوب انت لازم تكون مبسوطة بتاعتك لازم تكون مبسوطة على طول لازم تكون مبسوطة على طول لازم تكون فيديوز على طول فمن فعلش تقعد شهر تاخد اجازة كل حاجات عندك هتبوزل مشاهدات هتبوزل مشتركات هتبوزل والناس هتزعل وكل حاجة هتضيح خلص والذات لو احنا مسافرين كمان ده اصعب واصعب ان انا بقى مسافر وانا اقادت اي هصور ينام ينام يعني الصبح يعني لو انا هقادت انا في البلد جديدة دلوقتي خلاص انا عايز انزل اصور المكان بس فاس الوقت فيه فيديو عايز اعملو فانا مش عارف انا هقادت امتى الفيديو بتاع مبارح اللي اصورتهم بارح يعني انا قادت نهاردة ولا اصور النهاردة حاجة جديدة فبتلاقي ان المضوع نص تصوير ونص قادتي او بقى حاجة هتنامها هتنام فيهم يعني انتو بتشوفوا عاشر دايم اليوم مش حاجة بيالا قدالة احنا بنعمل نفس الوقت فسفيسو اقال برضو من الاسئلة اللي انا ما سألتاش لمحسن وما قلتولوش عليها قبل ما نعمل الفيديو ده هو بتحس بايه كده لما حد بيوقفك في الشارع وقول لك محسن ما بداية ما بقاش مصدق نفسي خالص مش يعني مش هقول بقى مش مصدق نفسي وحاول اتواضع لما تعمل فيديو كتيرة على يوتيوب وتلاقي في مشاهدات وكومنتس وبتاع فانت بتحس انت كل حاجة بتتعامل ديجتال شوية بمعنى تحس انت اللي بيرود دول مش حقيقين اوي روبوت اه روبوت شغالها بتابعت كومنتس وبتاع فانت مش قادر مش قادر يجيلك الاحساس كامل اكيد مش بني قادم هو اللي بيبعت الكلام ده مسلا يعني لكن ما تيجي بقى تقابل حد ده حقيق وتلقيه اوه وعارفك تحس ايه ده ده فعلا فيه ناس حقيقية بتتفرج عليها وفيه ناس حقيقية بتديني كومنتس وبالذات لما يكون مبسوطة بتحس فعلا انت ليك وجود وانت عامل فرق في حيات حد ان ان هو فاكرك ومبسوط من الفيديوز بتاعتك بيقولك ان هو بيتابعك والكلام ده كله اكتر حاجة بتصدمني ان فيه ناس كتير بتخيلش ان احنا ناس حقيقين زيهم برضو انتفاهم يعني اوما بيفكرونا مشاهير وكمان بتبقاش حاسس بيها لو واحد بيبقى محتاج الكلام عنها بس بيبقاش حاسس بيها ومش حاسس ان هو قفو الموقف ده غير اللي بيشوف واحد في الشارع قولك الله انا بحب اللي انت بتعمله جدا ولا كذا كذا فعلا مش مصدق والله انا بيبقاش مصدق نفسك خالص فعلا فيه حد حقيقي بيساپورت الشغل انت بتعمله صح انت الصورة اللي بتوصلوك ودهات في الاخر بتوصلوك عن طريق يعني حتة بلاستيك محطوطة كده احنا بنتكلم معاها تو تتخيل الشجر اه انا بنتكلم معاها فبتوصل لعلاف الناس انت بتبقاش متخيل مسلا يعني انا عندي دلوقتي في اللوقتي الحالي 10.000 سبسكرايبر لو عادت تتخيل عددهم ويجرى بكده ان انتو ندم تتخيل وتتعرفوا ان الناس اليوتيوبرز دول ناس حقيقين زيوكم لحنوا ودموا وبتاع وبيبقوا يعني كل كلمة بتقولوها وحشة بتأثر فينا وكل كلمة حلوة الواحد بيبعرفش ينم من كتر لما بيفكر فيها اه والله يعني ده الواحد بيبقى يعني ساعات الواحد بيستسهل هو الناس بتستسهل في الكومنتس يقولك ايه اعمل فيديو الوحش ده بتعرف في تعمل فيديوهات اصلا وهو اصلا بنسباله خد منه ثلاث ثواني وناسي وهو برضو بيعمل لأكلينة برضو روبوتس برضو مش ناس حقيقية ايه نفس الفكرة طرح احنا نجد بقى في الحتة دي نسأل بقى محسن بقى نزنق و كده ايه مميزات انت انك يوتيوبر و ايه العيوب خلينا نبدأ بالمميزات بتعلمني التزام مبدئيا ان انا كن ملتزم في الفيديوهات اللي انا بعملها بمواعيد معينة طبعا انا مش احسن واحد بيلتزم بس انا بحسن من نفس ان انا بيلتزم في المواعيد ايه تاني حاجة بتعرفني اناس كتير جدا ايه كوميونيتي بتاع يوتيوب زي ما انا دلت بتعرفنا في كينيا في بلد اصلا مش في بلدنا وتقبلين مع بعض فديق بتعرف عناس كتير جدا وناس كتير بتفكر بنفس الطريق اللي انا بفكر بها فدي حاجة حلو قوي ميزة كبيرة برضو لليوتيوب ان ان هي بتخلينا عمل حاجة انا بحبها بره بقى الشغل من تسعة لخمسة لا انا بعمل حاجة بحبها فيديوز بصور بسافر بتعرف عناس جديدة كل الكلام ده بالنسبالي مميزات والفلوس بالعكس يعني في ناس كتير بتعمل فيديوز على يوتيوب عشان بتعمل فلوس هو موضوع بش موضوع فلوس خالص ولو اصلا مفيش اساسة فلوس تيجي من يوتيوب لو حد مثلا تعد ميت الف تبدأ بقى ساعدتها في فلوس تعد لكن قبل كده ولا حاجة خالص الفلوس ما بتحسبش فلوس قليلة جدا واللي بيبدأ عشان فلوس مش هيكمل ان هوم الحلاء ان هوم مش هيجي فلوس عشان هيهنج في النص انا لغاية دلوقتي عشان كون صراح معاكم دلوقتي بعمل فيديوز بقى لي حوالي عشر شهور موضوع كله مش عارف اقول لكم ميجيش دولار في الشهر الفلوس تعاليوتيوب قليلة جدا يعني دولار في الشهر يعني اما مثلا ببركب توك توك هنا في رحلة في افريقيا بدفع فيهم العشرة 8 شهر انت مهم يعني اللي هو افقر حاجة بس يعني دي حاجة مش من المميزات خالص يعني موضوع الفلوس ده وده جبنا نقطة العيوب انت او قلته ده ممكن يكون يعيب من العيوب يعني لسه اعلم الفلوس مش اهم حاجة بس لما تبقى بتاخد يوتيوب كفول تايم جوب ان انت بقى بتشتغل بقى فعلا يوتيوب على طول كل يوم فانت بقى بحتاج مصدر دخل يوتيوب صعب انك تعتمد عليه مصدر دخل في الاول فبيبقى موضوع صعب جدا جدا في الاول فممكن ده يكون عيب او مش عيب تاني عيب بقى ان هو بيأثر على حياتك شخصية شوية لان بياخد وقت كتير قوي فما بتقدرش تتقضي وقت مع اهلك مع صحابك مش زال شغل صغل الصبح وتتعمل حاجتك لانت هباب لي لا هنا ساعت لقى الموضوع ملخبط شوية حاجة برضو وحشة جدا ان انت بتوهلك من شيل الكاميرات وشيل المعدات ومصاريف اصلا المعدات اللي بتاعت الكاميرا واللانس والمايك والترايب تخشف سلسلة بقى الادمان بتاع التكنولوجيا ايه بالزبط وتفضل بقى شالفة وحاجات على ظهرك وحاجات تتسرق منك وحاجات ذا يعني المعدات بقى والكاميرات حاجة دي كلها شلتها وتصوير بقى ده صعب جدا وداي برضو يخدنا النقطة تانية من العيوب ان انت مبتعرفش تستمتع مية في المية انت مثلا زي يوم زي مبارح ولا اول مبارح لما كنا في السفاري اتنشر ساعة في السفاري في العربية وشوفوا الصلاح الحيوانات بقى والادغال بقى والازاد والفيل والزرافة على طبيعتهم عشرة ساعات من اتناشا ساعتي احنا قاعدين مسكنين الكاميرات انا اوه تجيجي تجيجي تجيكي تجيجي 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 والتكلم وفلوكز وبنتكلم وبتاع فبيضيع منك احنا بنعملها عشان كو عشان نفسنا وعشان ما نجبر وكل كل كلام نقولنا الحلو ده بس في نفس الوقت الاحساس الوقتي اللي هوبتع الثانية دي ما بيوصلكش مية في المية ان ان انت بتبقى شايف الفيل اللي بتصورو من الكاميرا مش شايفه بعينك ومش شايفه من غير متسترس بقى يلا انا جيبك اصور دي ولا ما اصورش دي تب هقول ايه هنا تب فهم حتة ان انت تستمتع بالمشهد اللي قدامك دي حاجة بنفتقدها في الحياة وفي الصفر واللي احنا بنعمله ده احنا ممكن نكون يعني وصلنا شوية معلومات كده للناس وكل واحد عايز يبدأ يوتيوب بس انا كنت عايزة اسأل محسن كان واحد يعني من الناس يعني من اولى الناس اللي بدأت يوتيوب في مصر كفلوك زياني وكده وانصحنا كده شوية نصايح لكل واحد عايز يبدأ يوتيوب اهم حاجة الناس كلها بتقولها بس مش كل الناس بتعملها هو انك تعمل حاجة بتحبها لان انت لو ما عاملتش حاجة بتحبها مش هطيقها مش هتعمل حاجة غصبا عنك وتكنع نفسك انك بتحبها انت هلازم نشوف محتوى تكون بتتكلم فيه تكون حب هما هتتكلم بها عن كرة هتتكلم بها عن السفر هتتكلم عن الاكل هتتكلم عن اي محتوى عايز تتكلم فيه لازل كل حاجة بتحبها وما تحولش فعلا متشوفش متشوفش حد شاطر في حاجة متشوفش حد مستشاطر في الصفر او حد شاطر في طبخ الاكل في فيديوهات طبخ الاكل فطول قول تليقيه بينجح طول ايه ده تما ده المحتوى اللي بينجح طمعه عامل زيه يعني انا رفل متو منك انت عايز تقول ان اللي بيركى بالتريند هيقع بس كده وعشان التريند مش مكمل يعني التريند ده هيبقى معاك في يوم هيبقى عليك في يوم بس طول ما انت نفسك انت عبطول هتبقى تريند نفسك بس ازاي وهتلاقي الناس اللي حابة انها تتفرج عليك دي واحدة من الحاجة انسى الناس ودي اهم بقى نصيح انسى كلام الناس في الاول خالص ملكش دعوة ملكش تفكر ايه ده هيقول عليا ايه هيعودوا بتريقوا عليا هيعودوا يقول عليا انت اصلا ملكش فيها انت ملكش فيها انت رد فعلي الناس كلما انت مش هتعمل اي حاجة خلص اللي بس لو في بس بناءة اللي هو هيقول لك انا شايف ان دي وحشة بس مفروض تعمل كده الحاجات دي اللي بتتقبلها بقى انت بتتقبل الاعتراض مسلا على بس تتعلم منه غير اللي بيخش يشتم ده مسلا يعني في الاول وانت بتبدأ ما تفكرش ان انت تبني عدد عشان انت مش هتنجح يعني فكرة ان انت تبني اكبر عدد مش هتخليك توصل الناس هتخش اتلاقي مفيش محتوى تسقط يعني انت بتبقى عندك كزي امتحان كده لازم تذاكر وتحط وتبني وتبزي المجهود على قد ما تقدر العدد الفيديوهات اللي انت بتعملها هتلاقي ناس بتجيلك وتفرج عليك ناس بتصق فيك استني منك فيديوهات اكتر فابني محتوىك الاول قبل ما تفكر ان انت تبني عدد متابعين فنخلي بقى محسن ينهي الفيديو اهم حاجة انا اسيبه وروح بقى عشان هو كان عمال يعرف نفسه وكلام ده اهم حاجة برضو عشان ننهي الفيديو في اختصار في جملة واحدة كفاية فرجة وابدأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة